موسيقى خطة تطوير الأحياء القديمة في مدينة الجبيل الصناعية خطة لتهيل أول الأحياء الصناعية والسكنية التي أنشأتها الهيئة الملكية في نهاية سبعينيات القرن الماضي على مساحة تقدر بخمسمائة هكتارا ارتأت الهيئة الملكية من خلال إعادة تطوير منطقة الأحياء القديمة إلى توفير المزيد من المشاريع التنموية التي تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية لمدينة الجبيل الصناعية وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي تغطي مساحة التطوير خمسة أحياء قديمة بنحو 414 هكتارا بهدف مواكبة بقية الأحياء وجعلها ضمن مناطق الجذب السياحي في المدينة من المقرر أن تغطي مساحة التطوير 82% من إجمالي مساحة المنطقة بحيث تشمل جميع الأحياء الخمسة لتواكب بقية أحياء مدينة الجبيل الصناعية من ناحية البنية التحتية والخدمات المقدمة توفر إعادة التطوير عددا من الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل الأحياء القديمة بدءا من مراكز التدريب والمدارس العالمية وصولا إلى المراكز الترفيهية والفنادق تسعى الهيئة الملكية من خلال إعادة تطوير منطقة الأحياء الشرقية إلى توفير مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والمرافق الخدمية منها توفير الفنادق ودور الضيافة مكاتب الشركات مراكز التدريب المتخصصة مراكز الأنشطة الترفيهية مراكز التسوق إضافة إلى إنشاء الواجهة البحرية المتميزة أهداف متعددة لإعادة التأهيل والتطوير من بينها تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات السكان بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية عبر جذب المزيد من الفرص الاستثمارية إلى منطقة الأحياء القديمة من الجبيل الصناعية عالي اللغبي العربية